بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والطالبات أهلاً وسهلاً بكم في مادة اللياقة والثقافة الصحية للمرحلة الثانوية الفصل الدراسي الأول سوف نتحدث في درسنا لهذا اليوم وهو امتداد لإدارة الوزن محدثكم الأستاذ عبدالله بن محمد البقمي فأهلاً وسهلاً بكم في درسنا لهذا اليوم تحديد الاحتياج الغذائي اليومي هو من الطرق المساعدة على إدارة الوزن وسوف تتعرف عزيزي الطالب والطالبة بنهاية الدرس أولاً أحسب مقدار الاحتياج الغذائي اليومي من السعرات الحرارية ثانياً أن تصمم نظاماً غذائياً محدد السعرات ثالثاً تستخدم البطاقة الغذائية في اختيار المنتجات الغذائية المفيدة ورابعاً تتعرف على توصيات إدارة الوزن وإنجاح الحمية الغذائية خامساً تميز بين اضطرابات الأكل المختلفة وأعراضها وطرق علاجها نبدأ بتوازن الطاقة وإدارة الوزن إن قلة النشاط البدني وزيادة الطاقة المتناولة من الغذاء بشكل يومي تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة ويعتمد معدل حرق السعرات الحرارية في الجسم على عدة معطيات كالطول والوزن والنوع ومستوى النشاط البدني للوصول إلى وزن مثالي وصحي ويمكن إدارة الوزن عن طريق فرضيتين شاهد معي هذا الجدول أو هذه الصورة عندما يكون استهلاك عالي من السعرات الحرارية من الغذاء وهناك طاقة مصروفة من الجسم قليلة يؤدي إلى زيادة الوزن وعندما تكون هناك سعرات حرارية مستهلكة من الغذاء أقل من الطاقة المصروفة من الجسم هنا الفرد يخسر وزنا إذن عزيزي الطالب هناك عملية مترابطة ما بين إذا كان هناك استهلاك عالي من الغذاء وقلة في ممارسة النشاط البدني يكون هناك زيادة في الوزن والعكس صحيح عندما يكون استهلاكك للغذاء أقل من الطاقة المصروفة يحدث كما تشاهد هنا خفض في الوزن نأتي لمقدار الاحتياج الغذائي اليومي من السعرات الحرارية يحتاج الشخص البالغ تقريبا إلى ألفين سعر حرارية في اليوم الواحد ويحتاج الأطفال أيضا إلى ما يقارب ألف وثمانمائة سعر حرارية يوميا مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الأخرى مثل مستوى النشاط البدني وكتلة الجسم والعمر والنوع فعلى سبيل المثال تختلف كمية السعرات الحرارية التي يحتاجها الشخص باختلاف معدل ممارسة النشاط البدني وكلما زاد النشاط البدني زادت الحاجة لسعرات حرارية أكثر فالجري يحرق سعرات حرارية أكثر من المشي وإذا كنت تخطط لفقدان الوزن لا بد من تقليل السعرات الحرارية مع زيادة معدل النشاط البدني نأتي للقيمة الغذائية اليومية القيمة الغذائية اليومية تحدد قيم احتياجات الفرد اليومية من العناصر الغذائية ويعبر عنها بالنسبة للمعوية وتستخدم كدليل للمنتجات الغذائية وتحسب بناء على مئة بالمئة من الاحتياجات لكل عنصر غذائي بافتراض أن البالغ كما ذكرنا لكم سابقاً يحتاج إلى ألفين سعر حرارية في اليوم نأتي بعد ذلك لحساب السعرات الحرارية هناك طرق ومعادلات رياضية مختلفة لحساب السعرات الحرارية بالإضافة إلى تطبيقات إلكترونية عديدة يمكن تحميلها على أجهزة الهاتف الجوال كما تقدم بعض الجهات الصحية المختصة على الموقع الإلكتروني في الإنترنت حاسبة للسعرات الحرارية مثل الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة السعودية إذن نأتي لحساب السعرات الحرارية هناك في موقع وزارة الصحة وتوجد بعض التطبيقات أيضاً لحساب السعرات الحرارية في اليوم لدى الفرد وتعتمد أيضاً كما ذكرنا لكم على الطول والوزن والعمر والجنس نأتي لأدوات تقييم الوجبات الغذائية من الضروري معرفة كيفية تقييم المجموعات الغذائية النشويات والحبوب والدهون والبروتين الحليب ومشتقاته الخضروات والفواكه باستخدام مقيس تقييم الوجبات الغذائية أدوات تقييم المجموعات الغذائية تشمل كما تشاهدون كوب قياس ذوم قياس مرقم ميزان رقمي صغير وملاعق قياس ملعقة طعام وملعقة شاي إذن تلك الأدوات تساعدك عزيزي الطالب والطالبة على معرفة احتياجك اليومي وقياس الوجبات الغذائية بشكل منتظم سواء من النشويات أو الدهون فهناك عدة مقيس سواء ميزان رقمي أو كما تشاهدون من تلك الملاعق أو كوب خاص بالقياس البطاقة الغذائية للمنتجات البطاقة الغذائية المطبوعة على المنتجات مخصصة لتقديم معلومات عن المنتجات الغذائية ومكوناتها وعدد السعرات الحرارية والقيم الغذائية على أساس القيم اليومية للشخص الغرض من وجود البطاقة الغذائية دليل جيد يساعد على التخطيط لنظام غذائي صحي والمقارنة بين المنتجات واختيار المنتجات الغنية بالعناصر المفيدة وحساب السعرات الحرارية نتحدث عن تلك النقطة الغرض من وجود البطاقة الغذائية في المنتجات تساعدك على معرفة احتياجك اليومي وماذا تريد هل تريد المحافظة على الوزن أو القيام بخسارة وزن فالقيم الغذائية الموجودة وحسابها من الدهون أو النشويات أو السكريات تساعدك على معرفة ما بداخل تلك المواد مكونات البطاقة الغذائية تشتمل البطاقة الغذائية على سبعة عناصر رئيسية أولاً اسم المنتج يعتبر المؤشر الأساس للتعريف بالمنتج الغذائي ثانياً قائمة المكونات تشمل المكونات التي يحتوي عليها المنتج الغذائي مرتبة بالتسلسل حسب الوزن من الأعلى فالأقل ثالثاً قائمة الحقائق الغذائية تشمل القائمة محتوى المنتج من الطاقة الدهون المشبعة الدهون المتحولة الكوليسترول ومجموع الكربوهيدرات ومنها السكر والملح بين قوسين اللي هو الصوديوم والبروتين أيضاً والألياف الغذائية رابعاً المضافات الغذائية مثل الألوان والنكهات والمواد الحافظة التي يحتوي عليها المنتج الغذائي حيث تسهم من حيث الخواص في رفع القيمة الغذائية للمنتج والمحافظة على الغذاء في ظروف النقل والتخزين خامساً العبارات التحذيرية بعض المنتجات تحوي مكونات لا تناسب بعض المستهلكين كالحوامل والمرضعات والأطفال ومرضى القلب والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة فوجود هذه العبارات يسهم في تلافي الاستخدام لمثل هذه المنتجات مثال ذلك زيادة الكمية المستهلكة إلى 40 جراماً في اليوم قد يسبب الإسهال من المنتجات الغذائية المحتوية على السوريبيتول سادساً بيانات الحساسية قد تحتوي المنتجات الغذائية على مكونات تسبب الحساسية لبعض المستهلكين مثل السمك والفول السوداني الحليب والبيض والسمسم وفول الصوية والغلوتين وفي حال احتواء المنتج عليها تكتب كالتالي يحتوي على أو قد يحتوي على كما ذكرنا لكم سابعاً تعليمات الاستخدام والتخزين والتحضير مثال ذلك تعليمات استخدام وتحضير حليب الرضع والأطفال تعليمات الحفظ في درجة حرارة معينة لبعض المنتجات الغذائية وكما تشاهدون في هذا الشكل البطاقة الغذائية على أحد المنتجات بالتفصيل الحقائق التغذوية احرص على قراءة الحقائق التغذوية قبل اختيار المنتج توصيات إدارة الوزن عند الالتزام بخطة لانقاس الوزن ينصح بتغيير الممارسات الغذائية حيث تبني نمط حياة صحي يسهل الالتزام به بدلاً من اتباع حمية قاسية للوصول لوزن معين في فترة زمنية محددة وهذه بعض التوصيات المهمة لانجاح الحمية الغذائية أولاً الحرص على تناول الوجبات المعدة في المنزل ثانياً موازنة الوجبات من حيث تنويع استهلاك المجموعات الغذائية الحرص على استهلاك كمية مناسبة من الماء ما يقارب ثمانية أكواب يومياً تنظيم النوم قدر الإمكان وتجنب السهر الاكثار من تناول الخضروات والفواكه عند الإحساس بالجوع فهي غنية بالألياف التي تزيد من الإحساس بالشبع خفض استهلاك الدهون المشبعة مثل الدهون الموجودة في الأطعمة المقلية والأطعمة الجاهزة والسريعة أيضاً الابتعاد عن السكريات وخاصة المضافة إلى المشروبات كالعصائر ومشروبات الطاقة زيادة النشاط البدني اليومي بالتدرج واختيار طرق طهي لا تزيد من السعرات الحرارية كالشواء أو الطبخ بالبخار إذن تلك التوصيات المهمة لإدارة الوزن ويجب علينا اتباع تلك الخطوات والمشي فيها بأولاً الحرص على تناول وجبات صحية وممارسة النشاط البدني بشكل يومي وتناول الخضروات التي تشعرك بالشبع أيضاً والابتعاد عن الدهون مثل الوجبات التي تحتوي على مقليات بشكل عام والابتعاد عن السكريات كما تشاهدون في تلك الخطوات واختيار طرق طهي لا تزيد من السعرات الحرارية أيضاً كالأشياء المشوية مفهوم اضطرابات الأكل هي إحدى الاضطرابات النفسية المرتبطة بسلوك الأكل عند البعض وتصيب الأشخاص في مرحلة المراهقة غالباً نتيجة لبعض الضغطات في هذه المرحلة مثل اهتمام المراهقين برأي الآخرين تأثرهم بأقرانهم تأثير وسائل الإعلام شاهد معي عزيزي الطالب والطالبة في هذا الجدول أو في هذا التصنيف أنواع اضطرابات الأكل يوضح الجدول التالي أنواع اضطرابات الأكل العنصر موجود والوصف والأعراض الشائعة وطرق العلاج عندما نأتي لعنصر فقدان الشهية العصبي هو اضطراب يجعل صاحبه مهووساً بشكل وصورة الجسم ويحاول جاهداً تجنب زيادة الوزن فيمتنع عن تناول الطعام عمداً أو يقوم بمبارسة النشاط البدني بشكل زائد عن الحاجة أو الأكل ثم التقيه بهدف تقليل الوزن والوصول للرشاقة وبمعنى آخر هنا المريض لا يفقد الشهية ولكنه يحاول كبح الرغبة في الطعام الأعراض الشائعة لهذا العنصر كما تشاهدون هنا يصاحب هذا الاضطراب ظهور أعراض جسدية ونفسية مثل إصفرار لون الجلد وشحوب الوجه والشعور بالبرد مشاكل في الجهاز الهضمي انقطاع الطمث عند النساء وتساقط الشعر وتقصف الأضافر وأيضاً مشاكل عاطفية كالشعور بالاكتئاب والعزلة طرق العلاج نأتي لطرق العلاج لدينا السلوك المعرفي والعلاج القائم على الأسرة المساعدة في تغيير أنماط الأكل لدى المصاب وجعلها طبيعية والعلاج القائم على الأسرة لمساعدة الوالدين التدخل لوقف السكريات أو السلوكيات للأكل غير الصحية لدى المراهق ومساعدة المراهق على استعادة السيطرة العنصر الثاني الشره المرضي العصبي وصف هذا الشخص المصاب بهذا الإطراب يستهلك كمية كبيرة من الأطعمة في مدة زمنية قصيرة ثم يرغم نفسه بالتخلص من هذه السعرات الحرارية وأعراضه أيضاً الشعور بالتعب تنفخ الوجه والتهاب الحلق المزمن وإذاء النفس انتفاخ أو ألام البطن تغييرات المزاج الشعور بالقلق والتوتر إذن عزيزي الطالب والطالبة ماذا تعلمت في نهاية درسنا لهذا اليوم؟ إدارة الوزن تختلف كمية السعرات الحرارية التي نحتاجها من شخص لآخر حسب العمر والنوع والطول والوزن والحالة الصحية هو مستوى النشاط البدني أيضاً تعلمنا في درسنا أن البطاقة الغذائية هي دليل جيد يساعد على التخطيط لنظام غذاء صحي والمقارنة بين المنتجات واختيار المنتجات الغنية بالعناصر المفيدة وحساب السعرات الحرارية اضطرابات الأكل هي أحدى الاضطرابات النفسية السلوكية المتعلقة في سلوكيات الأكل غير الطبيعية وتعلمنا تصيب الطرابات الأكل المراهقين من الفئة العمرية من 13 سنة إلى 18 سنة أكثر من غيرهم تزيد وسائل العلام من فرص الإصابة بالطرابات الأكل عبر ترويج صورة ذهنية خاطئة عن الجسم والتركيز على نمط معين بوصفه معياراً للجمال نشاط منزلي ما العوامل المؤثرة في تحديد مقدار احتياج الشخص من السعرات الحرارية ثانياً عدد مكونات البطاقة الغذائية ثالثاً اقترح ثلاث طرق لإنجاح الحمية الغذائية رابعاً عدد ثلاثة من العوامل المسببة للطرابات الأكل ثم أعرض تلك الإجابات على المعلم في المدرسة ختاماً عزيزي الطالب والطالبة أشكركم على حسن استماعكم لدرسنا لهذا اليوم وألتقي بكم في دروس أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته